السيرة الذاتية للباحث هو الأستاذ المساعد الدكتور محمد ناظم محمد صالح المفرجي حاصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة والعلوم الإسلامية من كلية الفقه جامعة الكوفة تدريسي في كلية الشيخ الطوسي وتدريسي في جامعة كربلاء كلية العلوم الإسلامية قسم الفقه متخصص في الفقه وأصوله درس فقه العبادات وفقه المعاملات وأصول الفقه وفقه الأحوال الشخصية والقواعد الفقهية لديه العديد من البحوث المنشورة في موضوعات مختلفة مثل قواعد إسقاط العقوبات والإحتياط والمطلق والمقيد وحجية الإجماع والترجيح عند علماء الإمامية اشترك في الكثير من الدورات وشارك في الكثير من اللجان أشرف وناقش عددا من الرسائل والأطاريح قوم العديد من البحوث العلمية وسيلقي بحثه علينا البحث الموسوم مرويات الإمام الرضا عليه السلام في التربية الصحية قراءة في كتاب فقه الإمام الرضا عليه السلام لعلي بن بابويه القمي فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان للعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله طيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد الأساتذة الأفاضل الأخوة الحضور مع حفظ المقامات والمناصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واقعا عبارة مشهورة في الأوساط ويتداولها أغلب الأخوة هي الوقاية خير من العلاج من خلال هذا البحث سلطنا على مسألة جدا مهمة وهي الجانب التربوي الصحي في روايات الإمام الرضا سلام الله عليه وهذه الروايات هي واردة في كتاب نسبة إلى الإمام الرضا ويسمى الفقه الرضوي أو مشهور بالفقه الرضوي ولا يخفى على حضراتكم أن من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصاه أن من علينا بالصحة والعافية ومن جملة ما يرتل الإنسان في حياته هو المرض وبالمرض يتذكر الإنسان نعمة العافية فيعرف قدرها ويحاول استثمارها في المستقبل فيما فيه رضا الله سبحانه وتعالى والبلاء في الدنيا تذكير واختبار وتمحيص للعبد قال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وكما ورد ذلك في رواية الإمام الرضا هذه الرواية وردت عن أمير المؤمنين وعند البحث وجدتها أنها وردت عن الإمام الرضا أيضا قال عليه السلام الصحة والأمان نعمتان مجهولتان لا يعرفهما إلا من فقدهما ومن المسائل التي أولى الشارع المقدس اهتمامه بها هي التربية بشتى أقسامها الأخلاقية، الدينية، الصحية، الاقتصادية، العقادية وغيرها سواء كانت هذه التربية تستهدف الفرد على نحو الخصوص أو تستهدف المجتمع ولأهمية هذه المسألة وعظم أثرها جاءت فكرة البحث الموسوم بمرويات الإمام الرضا عليه السلام في التربية الصحية قراءة في كتاب فقه الإمام الرضا عليه السلام لعلي بن بابويه القمي المتوفى سنة 329 هجري والذي يراجع المدونات من مختلف تنوعها والتي حوت هذه الروايات سيجد أن من بينها وأقدمها كتاب فقه الرضا الذي اجتمل على عدة أبواب تختص بالتربية الصحية طبعا مفردة التربية الصحية نحن استعملنا هذا المصطلح حتى نكيف الروايات الموجودة مع الواقع الذي نحتاجه بقسميها التربية الصحية بقسميها المعنوي والمادي وكيفية معالجة الأمراض التي تصيب الإنسان فإذا راجعنا الفقه الرضاوي سنجد هناك باب يسمى باب حديث النفس وباب النفاق والرياء والعجب وباب الحجامة والحلق وباب الزي والزينة وهذه الأبواب الباب الأول والثاني تتعلق بالأمراض النفسية والباب الثاني والثالث تتعلق بالأمراض البدنية فما هي الروايات التي ذكرها الإمام سلام الله عليه رب يربي من خلالها الفرد في الوقاية من الأمراض فيما لو التزم بهذه الروايات أو عمل بهذه الروايات وهي الروايات أخلاقية في الأغلب فيها دعاء فيها ذكر لله سبحانه وتعالى ونحنها سيجد أن هذه الأبواب قد احتوت على مرويات تحث على الاهتمام بالتربية الصحية وأن العمل بها ينعكس على استقرار وسعادة الفرد والذي بدوره ينعكس على استقرار وسعادة الأسرة والمجتمع ولذا انتظمت خطة البحث على مبحثين المبحث الأول جاء بعنوان التعريف بسط تربية الصحية وأقسامها وآثارها وانقسم على ثلاثة مطالب المطلب الأول عنية بمعنى التربية والمطلب الثاني عنية بأقسام التربية والمطلب الثالث عنية بآثار التربية أما المبحث الثاني وهو الأهم إذ جاء بعنوان التربية الصحية من الأمراض النفسية والبدنية وانقسم على ثلاثة مطالب المطلب الأول باب حديث النفس أنا سأشير في كل مطلب من هذه المطالب إلى رواية ذكرها الإمام سلام الله عليه لخصوصية الباب وانعكاسه التربوي والصحي وفي هذا الباب اختص كما ذكره علي بن بابويه القمي في هذا الباب اختص بحديث النفس والوسوسة فقد ذكر ابن بابويه رواية نصها أن سائل يقول سألت العالم العالم هو الإمام رضا سلام الله عليه كما يعبر عنه ابن بابويه القمي عليه السلام عن الوسوسة وإن كثرت قال لا شيء فيها تقول لا إله إلا الله وفي رواية أخرى لا حول ولا قوة إلا بالله والوسوسة كما تعلمون لها أحكام فقهية ذكرها العلماء في بابها والذي يراجع إن شاء الله البحث سيجد الأحكام الفقهية التي ذكرها العلماء وما يتعلق فيها في المطلب الثاني وهو باب الرياء والنفاق والعج فقد ورد في الحديث أن كل رياء شرك وإياك والرياء فإنه الشرك بالله وهو من الأمراض التي تصيب النفس ويكون الفرد مأثوما إذا اقترنا عمله بالرياء وبعضهم عبر عن الثلاثة الرياء والنفاق والعجب بأمراض القلب وقد وردت روايات كثيرة تشير إلى هذه الأمراض كما ذكرها ابن بابويه القمي قال أروي عن أمير المؤمنين عليه السلام علي عليه السلام قال في كلام له أن من البلاء الفاقه وأشد من الفاقه مرض البدن وأشد من مرض البدن مرض القلب في إشارة إلى هذه الثلاثة في المطلب الثالث وهو أختص بالأمراض البدنية وكيفية علاجها وتناولت فيه أولا باب الحجامة والحلق التي اقترنت فيها آداب كثيرة ربما بعض الأخوة مطلع على هذا الباب فمن الآداب التي اقترنت بالحجامة قول الإمام رضا عليه السلام فإذا أردت الحجامة فاجلس بين يدي الحجام وأنت متربع وقل بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الكريم في حجامتي من العين في الدم ومن كل سوء وإعلال وأمراض وأسقام وأوجاع وأسألك العافية والمعافاة والشفاء من كل دا هذه تربية واقعا إذا ما التزم بها العبد سيجد آثارها ربما ليس في الحين لكن على مستوى المستقبل ستنعكس عليه وقد تتصف الحجامة بأحد الأحكام التكليفية باعتبار أن الفقه دائرة البحث نعمل على الفقه الرضوي وهو يذكر الأحكام الفقهية فتتصف الحجامة بأحد الأحكام التكليفية فقد تكون حراما فيما إذا أضرت بالمحتجم أو كانت عند الإحرام وقد تكون واجبة إذا توقف شفاء المريض عليها وتكون مكروهة فيما إذا كانت في شهر رمضان وكان إخراج الدم مضاعفا للصائم وتكون في بعض الأيام خوفا من البرس وما إلى ذلك من الأمراض التي فهي يتغير الحكم الشرعي لهذه المسألة بتغير الموضوعات التي تطرع على العبد والحلق كذلك التي هي الحلاقة من منا لا يذهب إلى الحلاق في معلومة أو أحد العلماء يذكر في تفسير الأمثل وجدت هذه الرواية أو هذا التعبير أن في الجاهلية كانت الحلاقة من القضايا التي تعد عار على المكلف أو على الإنسان فلا يحلقون أبدا فجاء التشريع في الحج أشار إلى قضية الحلاقة وأوجبها الشارع فلنرى ماذا ذكر الإمام رضا في هذا الباب وما فيه من تفصيل فقد ذكر ابن بابويه القمي رواية عن الإمام رضا عليه السلام قوله وإذا أردت أن تأخذ شعرك فابدأ بالناصية فإنها من السنة وقل بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله وبالله وعلى ملته رسول الله صلى الله عليه وآله وسنته حنيفا مسلما وما أنا من المشركين اللهم أعطني بكل شعرة نورا ساطعا يوم القيامة فإذا فرخت فقل اللهم زينني بالتقى وجنبني الردا وجنب شعري وبشري المعاصي وجميع ما تكره مني فإني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلى نهاية الرواية هذا الحديث هذا التفصيل واقعا هو إذا ما التزم به العبد سيجد الأثر في هذه المسألة والبركة تحل في هذه المسألة وأيضا للحلاقة أحكام شرعية أحكام فقهية منها أنها مستحبة في ذاتها مستحبة فقد ذكر الفقهاء أو ذهب الفقهاء إلى استحباب الحلاقة ابتداء من الناصية ثم الانتقال إلى الجانبين ولكن نلاحظ الآن الذي يذهب إلى الحلاق نجد أن أغلب الحلاقين يبدأ بالجوانب ثم ينتقل إلى الناصية وهذه شائعة في أوساطنا ثم الانتقال إلى الجانبين ومستقبلا للقبلة ويستحب الابتداء بالناصية ويمكن أن تتحقق في عنوين أو تتحقق العناوين الأخرى فيكون واجبا ومحرما ومكروها حسب تغير الموضوع ثانيا باب الزي ثانيا باب الزي والزينة وهو أيضا من الأبواب المهمة من منا لا يراعي زينته ومن منا لا يراعي شكله ومن منا لا يهتم لهذه المسألة فقد ذكر ابن بابويه رواية عن الإمام رضا عليه السلام قوله وإذا لبست ثوبك الجديد فقل الحمد لله الذي كساني من الرياش من الرياش معذرة وما أواري به عورتي وأتجمل به عند الناس اللهم اجعله لباس التقوى ولباس العافية واجعله لباسا أسعى فيه لمرضاتك وأعمر فيها مساجدك وإذا أردت أن تلبس السراويل فلا تلبسه وأنت قائم وإلبسه وأنت جالس فإنه يورث الحبن وفي رواية الجبن أو الجبن والماء الأصفر ويورث الغم والهم وقل بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله اللهم استر عورتي ولا تهتكني في عرصات يوم القيامة إلى نهاية الرواية الواردة طبعا هذه الأبواب التي تناولناها وأشرنا إلى كثير من المسائل في مضامين البحث ومثن البحث ممكن الرجوع والاستفادة منها أو الإطلاع عليها وفي خاتمة البحث توصلنا إلى عدة نتائج ممكن أن نعرضها عليكم على شكل نقاط أولا أن الشارع المقدس اهتم اهتماما بالغا في الإنسان بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة فذكر الكثير من التشريعات التي عالج من خلالها حالات الجهل والظلم التي كانت سائدة ثانيا لا شك أن ما يصدر من المعصوم من قول أو فعل أو تقرير هو حجة علينا وهذه الروايات الواردة التي جاءت تعالج الكثير من المشاكل التي تواجه الفرد ابتداء ثم تنتقل إلى المجتمع ثالثا أن هذه الروايات التي ذكرها الشيخ القمي وإن ناقش الفقهاء وأرباب الحديث في سندها ومتنها إلا أن ما ذكر من روايات مقبولا بعمومه واستدل به في كثير أو استدلوا به في كثير من موارد البحث كل بحسب موقعه وأغلبها روايات تناولت موضوع الآداب الدينية والتربوية وعنونت بعناوين عدة منها آداب العشرة والمعاشرة وأبواب متعددة من قبيل باب حديث النفس وباباء الرياء والنفاق والعجوب رابعا الذي يطالع الروايات في كتاب فقه الإمام الرضا عليه السلام سيجد أن علي بن بابويه القمي قد بوابه على أبواب عدة وفرز فيه أكثر من رواية ربما فيما بعد من جاء بعد هذا العالم بعد هذا الشيخ الفاضل رحمه الله قد خصص لكل باب من هذه الأبواب بحثا مستقلا وتنوعت وتطورت العلوم نقطة واحد تم تناول الروايات التي اختصت بالأمراض النفسية كما يسميها الآن العلماء أو الأطباء في الوقت الحالي من قبيل حديث النفس والوسفسة والتي يصاب بها الإنسان وكذلك الروايات التي اختصت بالأمراض البدنية ولها أحكام فقهية خاصة تم تعرض لها بحسب الحاجة والمقدار المناسب وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر للأخوة القائمين على إدارة العتبة العباسية وعلى رأسهم السيد الجليل والأخوة القائمين باللجنة العلمية والتحضيرية جزاهم الله خير وأشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع وأنا أكون في خدمتكم إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله أحسنتم الأستاذ المساعد دكتور محمد ناظم المفرجي الآن إذا مع جناب الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم على فتح هذه النافذة الرحبة والمفيدة للمجتمع لكن أنا ذكرت في الأيام الماضية ملحوظة أكررها يوجد نمط من البحوث تحتاج إلى تخصصات متعددة إذا أمكن الاستعانة بهذه التخصصات مثلا اختيارك لهذا المتن كان يمكن له عندك مشورة مع بعض الفضلاء الأعزاء لا اقترحوا عليك مثلا كتاب عيون أخبار الرضا سلام الله عليه أو من لا يحضره الفقيه أو بعض الكتب المعتبرة الأخرى هذا فيه ألف كلام ما اخترتموه من متن هذا المتن ليس مناسبا من الناحية الأخرى لم تبينوا من الناحية التخصصية الأبعاد الصحية مجرد أنه استعرضتم ولو الوقت محدود لكن لو كان هناك نموذج واحد أنه هناك أثر صحي لما ذكر في بعض الروايات لكان هذا في الحقيقة قوة لبحثكم وأكثر إفادة لنا شكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم تفضلتم جناب الدكتور مسألة فقه الإمام الرضا عليه السلام ليس إشارة مختصرة يعني وافق لما أفاده جناب الشيخ الله سلم طبعا عنوانكم أعتقد أيضا يحتاج إلى مناقشة أنتو بيّنتوا أن فقه الإمام الرضا لعلي بن بابوي هالشكل كان للإمارة وهذا جزء من النتيجة بعض النتائج التي خلص إليها الباحثون في نسبة هذا الكتاب للإمام الرضا هذا الكتاب أول من أشار إليه أنه للإمام الرضا هو المجلس الأول وادعى أن هناك مجموعة من أهل قم كان معهم فلان جاءوا بكتاب عتيق وكانوا يهتمون به وباجتهاده الخاص هو قال أن هذا الكتاب هو كتاب فقه الإمام الرضا واعتمده الشيخ المجلسي الإبن صاحب البحار وأيضا اعتبره الوسائل وشيد أركانه صاحب الحدائق رضوان الله عليه وأيضا اعتمد عليه صاحب الرياض مع أن مسالكهم في الاستضار مختلفة لكن لم يقبل الآخرون أن هذا الكتاب هو للإمام الرضا أو فقه الإمام الرضا فبقى الكتاب لمن البعض قال أن هذا كتاب هو لوالد الشيخ الصدوق الذي هو علي بن بابويه لأنه اسمه علي بن موسى وعندما يقول قال علي بن موسى البعض كان يعتقد يعني علي بن موسى لإمام الرضا فأنه الكتاب له وهو عبارة عن وصايا لولده والبعض قال له هذا كتاب الشلمغاني والشلمغاني هو من الشخصيات التي خرج فيها لعن من الناحية المقدسة في زمن النائب الثالث حسين بن روح وكتاب الشلماني اسمه التكليف هو ليس فيه يعني إلا لعن رواية أو روايتين كما عرضه ابن روح على علماء قم في تلك الفترة رواية أو روايتين مخالف والبقية هو على سياق العام لكن تحديد كون هذا النص من الإمام عليه السلام فيكون هو كتاب رواية هذا محل كلام يعني نسبته لمن هذا لا بد أن نعرف وفضلا عنه هو كتاب رواية ما يعامل معاملة الكليني يعني الكافي ولا يعامل معاملة ملعقر الفقي فلو كان هناك يعني رغبة من جنابك وإن أنتم ذكرتم غالبا هي أمور مستحبة يعني لا مشاحة في ذلك باعتبار لم تستندوا على رواية فيه لإثبات شيء واجب وإن قلتم أن الأمور الأخرى تدور يعني الأحكام تدور مدار تبدو الموضوعات وهذا أمر صحيح أو استعنى بكتاب ليس فيه هذا الجدل وأيضا فيه هذه الروايات لكن يعني عذرك باعتبار أنك تريد أن تبين للإمام الرضا عليه السلام تحديدا أيضا كان يمكن أن نأخذ ما صدر من لسانه الشريف في هذه الأحكام من خلال متون فقهية أكثر استقرارا متون عفو روائية أكثر استقرارا وقبولية لكان أدعى إلى أنه يعني يكون المبحث قيمة العلمية عفوا أنا أتحدث عن هذا الجانب يعني تما جئت به شيء جيد جدا قيمة العلمية في أهل التخصص يكون مقبولا أكثر جزاكم الله خير شكرا جزيلا جناب السيد آخر من داخل نعم جناب سيد الدكتور نذير إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وأنا أحببت أن أكون بخدمة الباحث والحضور في قضيتين قضية الأولى مرتبطة بالعنوان ليس من الزاوية التي طرحها الأساتذة الأعزاء طرح مسألة مسألة البحث أو مسألة عنوان البحث اللي هو كتاب الإمام الرضا وفيه بعض الملاحظات ولكن أتحدث عن الموضوع وهو التربية الصحية فكنت أتمنى أن تكون التربية الوقائية وأغلب الأحاديث التي تفضلت بها هي مرتبطة بالتربية الوقائية وكثير من العلماء أن يقولون أصلا الإسلام والقرآن وحديث أئمة أهل البيت لا ينتظرون أن الإنسان يقع في المشكلة حتى يقدموا له العلاج وقد يكون العلاج في جانب تجريبي يعني قد يكون له اختصاصات متعددة هذا من جهة من جهة أخرى كنا نتمنى أن نجد أو يجد الباحث وكل البحوث ثقافة مجتمعية هذه مسألة جدا مهمة ثقافة مجتمعية وخطوات ممنهجة في إيجاد التربية الوقائية في المجتمع هذه مسألة في غاية الآن أعتبر هذه ثمرة هذه المؤتمرات أن هذه المؤتمرات أبحاثها قد تكون في بعض الحالات حبيسة هذه القاعة إذا وجدنا هذه البرامج أن نوجد ثقافة مجتمعية على التربية الوقائية بعد تشخيص الأمراض الأساسية المهمة في المجتمع ونقدم للمجتمع هذه الخطوات لمعالجة هذه ووقاية المجتمع من هذه الأمراض أنا أعتقد هذا هو النجاح الباهر من هذه المؤتمرات شكرا لكم في نصف دقيقة شكرا لسيد رئيس الجلسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من زاوية تخصصية ذكر الباحث الكريم حديث النفس على أنه مرض نفسي حقيقة الأمراض النفسية كثيرة ومتعددة ومتنوعة ويتصنف أمراض نفسية وأمراض اجتماعية وأمراض عقلية حديث النفس إذا كان ضمن الحدود الطبيعية للإنسان نعم بإمكاننا اعتماد المنهج الوقائي كما ذكر السيد لكن إذا كان حديث النفس ضمن دائرة الأفطراب لا ذاك الوقت سننتقل إلى المنهج العلاجي والمنهج العلاجي على وفق الحالة حديث النفس هو عرض وليس مرض يعني جزء من جملة أعراض وعادة ما تكون الأمراض النفسية أعراضها وجدانية في الوجدان في المشاعر في الأحاسيس في السلوك في المظاهر الاجتماعية يبقى عندنا الجانب الفكري نقي الجانب الفكري متى ينضرب في حالة الأمراض العقلية عند إذن حديث النفس في حالة الأمراض العقلية هذا ما يشار إليه بالجنون وقد يصعب على وفق تصنيف الأمراض العقلية سواء كانت تعود لسبب وظيفي أو سبب عضوي نتيجة الحوادث أرجو تصحيح هذه المعلومة من جناب الباحث شكرا جزيلا إن شاء الله أنا واقعا أشكركم على هذه المداخلات لكن إشارة إلى يعني ألملم الأسئلة بإجابات متسلسلة في قضية اختيار عينة الكتاب فيه جنبتان الجنب الأولى أنه باب للأحكام الفقهية حتى أدخل من هذا الباب وربط الروايات المستحبة أو فيها الجانب الاستحبابي مع الجانب الفقهي وبيان هذا الحكم وممكن أن ندخل في التفاصيل نعم الكتاب فيه إشكالية ونسبته إلى الإمام رضا محل بحث ودراسة تفضل السيد لو كان العلمان التربية الوقائية أنا ابتدأت بالوقاية خير من العلمان وممكن أن المقصود بالتربية الصحية هي الوقائية ولسان حال الروايات هكذا يعني هي في نظر الاعتبار مأخوذة ومناقشة في المطلب الأول بالنسبة لسؤال أو مداخلة الأستاذ جزاكم الله خير حديث النفس ينقسم على قسمين ما هو إيجابي أن الإنسان يسأل نفسه أين الله من هو الله وهذا فيه في الجانب إيجابي أن الإنسان لابد أن يسأل وفيه جانب سلبي مؤداه الوسوسة يتطور هذا الجانب أنا أتكلم في الجانب الديني أو الفقهي أو ما يترتف فيه السلبي مؤداه الوسوسة والوسوسة وحديث النفس أيضا أشار إليها ابن بابويه في الكتاب وذكر روايات في هذا المضمار فالمقصود كما تفضلتم وأنا أؤيدكم أن حديث النفس فيه جانب إيجابية يجب على الإنسان أن يكلم نفسه لكن في أي مواضيع هذه تختلف أما جانب السلبي الذي كان تحت البحث أو دائرة البحث هو الذي يكون مؤداه الوسوسة وطبعا هناك فرق بين حديث النفس والوسوسة وآخر دعوانا أن الحمد لله أحسنتم يا جناب الأستاذ المساعدة ديكتور محمد ناظم المفرج ترجمة نانسي قنقر